بسم الله الرحمن الرحيم معكم مهندس محمد يوسف فيديو جديد في كورس البي سي بي في فيديوهات سابقة احنا بدأنا نتكلم عن الترانسيميشن لاين وقلنا ان في خاصياتين مهمتين جدا اللي هم بقى الكاركتوريستيك امبيدنس الخاصة بالترانسيميشن لاين والبروباجيشن دي لي واتكلمنا كمان عن الامبيدنس ماتشنج وقلنا ان في حالة عدم وجود مواقمة في المعاوقة ما بين الترانسيميشن لاين والكونبوننت اللي هايستقبل الاشارة بيحصل انعكاس للاشارة او وممكن الانعكاس ده يؤديلي الى ضياع الاشارة اللي هيتم تسلمها عند المستلم او رسيبر او الكونبوننت اللي موجود في نهاية الترانسيميشن لاين السؤال دلوقتي هل كل تريس موجود على البي سي بي بمشي عليه اشارة بسرعة اا بسرعة عالي او تردد عالي هل التريس ده يعتبر ترانسيميشن لاين ولا لا عشان لو طلع ترانسيميشن لاين هبدأ اخلي بالي من موضوع الامبيدنس ماتشنج عشان ما يحصلش عندي رفليكشن للاشارة ده اللي احنا هنبدأ نتكلم عنه في الفيديو ده تعالى نبص على الرسمة اللي قدامنا فوق على اليمين ده عبارة عن جزء من عليها اا اتنين كومبوننت واحد على الشمال بيبعت اشارة واحد على اليمين بيستقبل اشارة وفيه بينهم وبين بعض تريس الكمبوننت اللي على الشمال متوصل بجهد والارضي ومقاومة الخارج ليه عشرة اوم كومبوننت اللي على اليمين اللي هو هسترمي الاشارة اا مقاومة الدخل ليه اكبر من او بتساوي واحد كيلو والتريس اا بتاعته خمسين اوم هو احنا هنا مش هيهمنا الارقام احنا بس هنشوف اا مفهوم تاني لانتشار او مرور الاشارة القرابية من الترانسيميتر الى الريسيفر هنفترض ان الترانسيميتر هيبدأ يبعت اشارة اا رقمية دي اشتر الى الريسيفر بفرض ان هيبعت الاول اشارة المستوى بتاعها لو انت بسط كده على الخط الاحمر ده ده بيمثلي الاشارة اللي خارجة من الترانسيميتر وراحة الى الريسيفر اللي مشي على فاول ما الترانسيميتر هيبدأ ايه يبعت اشارة هيبعتها لو اللي هو الخط الاحمر اللي بشاوري عليه ده بعد آآ فترة زمنية من ارسال اللو هيبدأ يبعت اشارة تانية هاي فانت عندك هنا الانتقال للاشارة من اللو الى الهاي بياخد فترة زمنية يعني الانتقال ما بيحصرش في لها زمن لا بيبقى في زمن يقدر بالنانو سكن عشان الاشارة تنتقل من اللو الى الهاي آآ الزمن ده بيسمى زمن الصعود او الرايس تايم طبعا احنا اتكلمنا عن الرايس تايم والفول تايم في فيديو سابق قبل كده تعالا نوضح بعض الرموز اللي موجودة على الرسمة هنتكلم الاول عن الرموز اللي موجودة باللون الازرق اللي هو الرايس تايم اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقت يبقى ده اللي هو الرايس تايم اللي هو زمن الانتقال من اللو الى الهاي طيب في عندك البيتي ده ماسك من بداية لغاية نهاية اللي هو البرباجيشن تايم او البرباجيشن دي ليه ده زمن انتشار الموجة من اول ما تطلع من الترانسيميتر لغاية ما تصل الى الرسيفر فان الوقت عندي زمنين زمن وزمن طيب بالنسبة ليه الرموز اللي مكتوبة باللون الاخضر دي بتعبر لي عن المسافة فانت عندك هنا ده يعتبر الطول بتاعة من نهاية الترانسيميتر لغاية بداية الرسيفر طيب العبارة عن الطول او المسافة اللي بتاخدها الاشارة على عشان تنتقل من اللو الى الهاي او من الهاي الى اللو ازا كنا بنتكلم على الفول تايم من خلال البرباجيشن تايم والرايس تايم اقدر اعرف ازا كان التريس ده ترانسيميشن لاين ولا لأ ومن خلال الالي تريس والالي اس اي اقدر اعرف ازا كان التريس ده ترانسيميشن لاين ولا لأ فبالنسبة للحالة اذا كان اللي هو زمن انتشار الاشارة على التريس اللي هو الرمز بتاعه بي تي اكبر بكتير من الريس تايم او الفول تايم في الحالة دي التريس ده يبقى وخلي بالي بقى من اللي احنا اتكلمنا عنه في الفيديوهات السابقة طيب لو كان البي تي اصغر من الار تي زي الرسمة اللي تحت هنا دي كده عندك هنا ده كده التريس ده الطول بتاعه وعندك الاشارة اللي بتنتقل من اللو الى الهاي اللي بالخط الاحمر ده فعندك هنا لو وهنا هاي والخط الميل ده بيعبر لك عن الانتقال فزمن الانتقال من اللو اللي هو الار تي واضح هنا انه هو اكبر من الطول او من زمن الانتشار على اللي هو المسافة اللي هتمشيها الاشارة اعبال ما تنتقل من اللو الى الهاي اللي هي المفروض انها اكبر من المسافة بتاع انتشار الموجة على التريس اللي هي اللي تريس فلو كان عندك البروباجيشن تايم اقل من الرايس تايم في الحالة دي يبقى التريس مش ترانسيميشن لاين ويعامل على انه تريس عادي اذا كان عندك البروباجيشن تايم اكبر من الرايس تايم بكتير ففي الحالة دي يعامل التريس على انه ترانسيمشان لاين ده بالنسبة للزمن طب بالنسبة للمسافة اذا كان الالتريس اكبر بكتير من الالسي هيبقى كده التريس ده ترانسيمشان لاين زي ما هو موضح في الرسمة القدام لو كان الالتريس اصغر من الالي اس ايه ففي الحالة دي التريس ده ليس ترانسيمشان لاين يبقى كده واضح من الرسمتين دولت ان انا في عندي مسافة على التريس لو انا تعدتها هيبقى التريس ترانسيمشان لاين ولو انا قليت عنها يبقى التريس مش ترانسيمشان لاين المسافة دي اسمها الطول الحرج او طيب ازاي بقى اقدر احدد ده اللي هنعرفه فيه الجاية. طبعا احنا بنتعامل مع نوعين من الاشارات. اللي هي الاشارات التماثلية واللي ديشتل سيجنال هي الاشارات رقمية. تعال في الاول نعرف ازاي نحدد الخاص بالانالوج سيجنال. ازا كان التريس اللي عندي هيمشي عليه او مجموعة من الاشارات التماثلية. فبشوف اعلى تردد في الاشارات ديت. واجيب الطول الموجي بتاعه. واقسمه على اربعة. اللي هي الطول الحرك بيساوي. اللي هو الطول الموجي لاقصى تردد الاشارة هتمشي على التريس. مقسوم على اربعة. بحيس ان الطول اللي من ناتج العلاقة دي. هو الطول الحرك. فلو تريس زاد عن الطول ده يبقى ترانسيميشن لاين. الا عن الطول ده يبقى مش ترانسيميشن لاين. ازا كان التريس هيمشي عليه اشارة اه رقمية او ديشتل سيجنال. فالعلاقة بتاعته اللي هي قدامنا دي. او الكريتكال يساوي. التي ار اللي هي الرايس طايم. او ممكن تكون التي اف اللي هي الفول طايم. امتى اخد الرايس طايم او الفول طايم. لو الاتنين بيساوي بعض. خلاص يبقى اي واحدة فيهم احطها في العلاقة. لو مختلفين اشوف اقل قيمة في الزمن سواء الرايس طايم او فول طايم. وعوض بها في العلاقة دي. فعلى افتراض ان الرايس طايم اقل من او بيساوي الفول طايم. فالكريتكال يساوي. التريس على اثنين في تي بي دي او الطايم ديلي او البرباجيشن طايم. فهيطلع من هنا عندي طول. طول ده اللي هو الخاص بالتريس لو هيمشي عليه اشارة ديجتال. لو التريس بتاعي زاد عنه الطول ده. في الحالة دي يبقى التريس ترانسيميشن لاين. ولو قال عنه الطول ده يبقى التريس مش ترانسيميشن لاين. بالنسبة الاشارة الديجتال اللي هتمشي عليه. طب نفترض ان الكريتكال لينث او الطول الحرج طلع عندي مثلا عشرة ميلي. هل معنى كده ان بعد العشرة هيبقى ترانسيميشن لاين. واللي هو مساعي ال 11 ميلي بقى ترانسيميشن لاين. وال9 ميلي يبقى مش ترانسيميشن لاين. يعني الميلي ده هو اللي حيفرق. لما بتيجي بقى تصمم او تشتغل في الديزاين فأنت ما بتشتغلش على الكريتكال لينث او الحدود الفاصلة. انت لازم بتسيب معامل امان. عشان اقول ان التريس ده مش ترانسيميشن لاين. يعني لو مثلا الكريتيكال كان طالع 10 ممكن ما اقول بقى وانا متطمن ان الخمسة ميلي ده كده مش ترانسيمشان لين لكن ما اقدرش اقول بلسبة 100% ان التسعة مش ترانسيمشان لين فالكريتيكال لينث بيديني الحد الحرج او الحد الفاصل لكن لما بقى اشتغل لازم اشتغل على معامل امان عشان ابقى في السيف سايد ده لو انا هشتغل على تريس ومش عاوز اشتغل على ترانسيمشان لين امتى بقى اصغر يعني اصغر التريس بتاعي لغاية فين عشان ابقى شغال متأكد ان انا بعيدة عن الترانسيمشان لين ده بنسميه شورت لين طيب الشورت لين اللي انا اشتغل عليه وانا متطمن ان التريس حيبقى اه مش ترانسيمشان لين لو جاي نتكلم عن الانالوكسيجنال او الاشارات التماثولية فحيبقى ليه اكتر من قيمة يعني الكريتيكال لينث كان بيقولك لمضة على اربعة او الطول الموجي على اربعة لا ده انا عاوز اقل من كده اقل من ان انا اقسم على اربعة لو انا زودت الرقم بتاع المقام فالطول ده بتاع الكريتيكال لينث هيقل كل ما اقبل المقام كل ما الكريتيكال لينث هيقل وبالتالي يبقى انا عندي شورت لين او طول اشتغل عليه وانا متطمن طيب احط بقى هنا بدل الاربعة كام فحتلاقي فيه اه في كتب عديدة بدل الاربعة دي ممكن تلاقي من ستة لغاية عشرين تخلي بالك كل ما تقسم الطول الموجي على رقم اكبر فالطول النهائي او النتيجة النهائية عندك هنا هتقل فهتلاقي في بعض المقالات او الكتب ان بيبدأ من ستة لغاية العشرين ففيه ستاندرد اللي هو اي بي سي اتنين وعشرين واحد وخمسين بينصح بانه يكون في حدود الخمسة عشر فالشورت لاين الخاص بالانالوك سيجنال عشان تقول ان التريز ده مش ترانسميشن لاين هتيقسم الطول الموجي على خمسة عشر كده يعتبر شورت لاين وتشتغل معاه وانت متطمن ان هو مش ترانسميشن لاين تعالى نشوف مثال على الانالوك سيجنال بقول لك انا عندي مايكرو ستريب هيمشي عليه اشارة تردد بتاعها ستة وستين ميجا هيرتس السابستريت اللي عندك اف ارفور فالاي ار بتساوي اربعة واثنين من عشرة انا كنا اتكلمنا قبل كده عن الاي ار في حلقة كاملة وانا انها اا الديلكتري الكونستانت بتاخد رمز اي ار او ابسلون ار طيب الخطوة الاولانية ان هو من العلاقة السابقة اللي هيديت ان انا اجيب الطول الموجي اللي هو لامضة فالطول الموجي للاشارة الانالوج بتساوي سرعة انتشار الاشارة على التردد بتاعها طيب احنا عندنا التردد اللي هو ستة وستين ميجا هيرتس معطى عندنا في المثال يعني الاشارة الانالوج اللي ماشي على التردد بتاعها ستة وستين ميجا هيرتس طيب صرعة الانتشار دي بقى انا اجيبها ازاي صرعة الانتشار بتساوي واحد على زمن الانتشار اللي هو البرباجيشن ديلي طيب البرباجيشن ديلي ده اجيبه ازاي ده احنا شرحناه برضو في فيديو سابق لما قد نشرح الجداول الخاصة بالمايكرو ستريب والستريب لاين كنا بنحط في الجدول جانب كل نوع المعادلة بتاعته او العلاقة بتاعته فالمايكرو ستريب اللي هو دومي بالشكل ده كان البرباجيشن طايم بتاعه اللي هو القيمة اللي قدامنا دي طيب يبقى انا احسب البرباجيشن ديليه او البرباجيشن طايم هتلاقي في عندك هنا مجهول في المعادلة اللي هو الابسلون ار او الار الابسلون ار دي بتتوقف على نوع السابستريت فهو اعطاه لك هنا اربعة واثنين من عشرة ودي خاصة بالافة ار فور فهتاخد الاربعة واثنين من عشرة هتعاوض بيهم في المعادلة يبقى انت جده جبت زمن الانتشار اللي هو هتلاقي عندك مية تمانية وتلاتين فاصل ستة وسبعين بيكوسكند على الانش ليه بيكوسكند على الانش لان العلاقة دي كان الواحدة بتاعتها بيكوسكند على الانش لو رجعت للفيديو اللي في الجداول هتلاقي العلاقة دي موجودة كده طيب يبقى انت دلوقتي جبت تي بي دي هتعاوض به هنا في المعادلة وعندك الفريكوينسي اللي هو ستة وستين ميجا هيرتز يبقى انت كده تقدر تطلع قيمة الطول الموجي للاشهارة او اللمضة هيطلع مية وتسعة انش او مية وتسعة بوصة طيب هو طالف في المسال بيقولك ايه الطول الامن او الشورت لاين الامن ان انا اشتغل عليه اه بالنسبة ليه اه وما تعدهوش عشان لو تعديته هيتحاول لترانسوميشن لاين فاحنا هنستخدم بتاعة اتنين وعشرين وواحد وخمسين اللي كان بتقولك ان او الشورت لاين هيبقى اقل من يساوي ايه اللمضة على الخمستاشر طيب انت هسابت اللمضة اللي مية وتسعة انش هنقسمها على الخمستاشر هتساوي سبعة وسبعة وعشرين من مية انش هتحاولهم لسنتيمتر يطلعوا تمنتاشر ونص سنتيمتر طيب معنى كده ايه معنى كده لو انت عندك تريس موجودة على البسي بي النوع بتاعه مايكروستريب وهتمشي عليه اشارة التردد بتاعها ستة وستين ميجاهيرتز فتخلي بالك انه الطول بتاع التريس ده مايزتش عن تمنتاشر ونص لانه لو زاد عن تمنتاشر ونص في الحالة دي انت هتتعامل معاه على انه ترانسيميشن لين زي ما تكلمنا عن للاشارة الانالوج او التمثلية تعال نتكلم على الخاص بالاشارة الديشتال او الاشارة الرقمية احنا قلنا في سلايد سابقة ان الطول الحرج او الخاص بالديشتال سيجنال كان بيساوي الريس تايم على اتنين تي بي دي طيب احنا قلنا ان احنا عايزين نقلل الطول بتاع الكريتيكال لينز الريس تايم ده سابت انا مش هغيره تي بي دي ده سابت انا مش هغيره فانا هتحكم في الاتنين الاتنين هحشلها وحط مكانها رمز رمز اللي هو كي كده بيسمى سيفتي فاكتور او معامل امان فالكريتيكال لينز كان لما الكي بتساوي اتنين ده كده انا عايز اقل عن الطول اللي بيطلعلي لما بحط اتنين مكان الكي يبقى الحل ان انا اعمل ايه ان انا ازود قيمة الكي فلما ازود قيمة الكي في الحالة دي الناتج النهائي بتاع التريس الطول بتاعه يقل ده انا اخد عليه مثال عندي برضو مايكروستريب اه وعندي سابستريت اف ارفور او الابسلون ار بتاعته بساوي اربعة واتنين من عشرة بيقول لي حيمشي عليه ديشتال سيجنال الرايس طايم بتاعها اتنين نانو ساكند انا هنا بقى ما عنديش تردد فريكونسي زي الانالوج انا هنا في الدشتال بيشتغل مع الرايس طايم والفول طايم فبيقول لك احسب لي اا 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 اقل طول امن اقدر اتعامل معاه بحس ان انا مخشش في الرينج بتاع فانت عندك يبقى اقل من على الكي في دي طيب لو احنا عوضنا بالكي دي باتنين يبقى انا كده هحصل على فاحنا هنعور بها مرة باتنين ونشوف الطول الحركة هيبقى يطلع معي قد ايه وهنعوض اه عن الكي بقيمة اكبر من الاتنين بحيس ان هنشوف الشورت لاين ممكن يطلع معنا قد ايه الرئيس تم عندنا معلوم اللي هو اتنين نانو ساكند اتي بي دي برضو نفس المعادلة اللي احنا شرحناه في المثال السابق لانها بتتوقف على النوع اه السابستريت اللي عندي والمعادلة بتاعت المايكرو ستريب فاتتي بي دي هتطلع مية تمانية وتلاتين بعد التعاوض في المعادلة وستة وسبعين من مية بيكو ساكند على الانش تعب انا نشيل الكي ونحط مكانها القيمة اتنين فحتاخد اتي بي دي تعاوض بيها في المقام والبسطة يبقى اتنين نانو ساكند هتطلع الناتج عندك اه سبعة واثنين من عشرة انش او تمنتاشر اه واثنين من عشرة سنتيمتر ده كده الطول الحرك انا بقى عاوز اشتغل على الشورت لاين او الطول الامن فحنشير الكي وهنقسم على اربعة في الحالة ده هيطلع عندك الطول تلاتة وستة من عشرة انش او تسعة وواحد من عشرة اه سنتيمتر ما معنى ان لو التريس بتاعك طوله تسعة وواحد من عشرة سنتيمتر فاقل وماشي عليه او اشارة رقمية رايس تايم بتاعها اتنين نانو ساكند فانت هتشتغل مع التريس ده وانت بعيد عن الترانسوميشن لاين طيب احنا كان شفنا مثال على الانالوج سيجنال وشفنا مثال على التشتال سيجنال ويعرفنا ازاي اه اقدر اقول ان التريس دوت اللي حيمشي عليه اشارة ترددها او رايس تايم بتاعها كزا التريس دوت ايه الطول اللي انا اشتغل عليه وانا متطمن بعيد عن الترانسوميشن لاين وحسابات الامبيدنس ماتشنج نفترض بقى ان انا ما قدرتش اقلل الطول بتاع المسار وانا برسمه على البيسي بي يعني احنا دلوقتي قلنا عشان نتعامل مع التريس بعيدا عن الترانسوميشن لاين هقلل او اثر الطول بتاعه ده اللي احنا شرحنا الغير دلوقتي طيب نفترض بقى ان انا ما قدرتش اقلل الطول بتاع التريس اه للشورت لاين او اقلله عن الكريتيكال لينس كتير واضطرت اللي انا اطاوله فوق الكريتيكال لينس التصميم بتاع البرده بتاعي اكبرنا على كده ده بقى هنشوف هنتعامل معه ازاي في فيديوهات جاية شكرا جزيلا اشتركوا في القناة